السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة ثلاثة نكمل الفصل الثاني عندنا الدروس من 17 ل20 استراتيجيات عمليات الضرب اكمل عمليات العد بالقفز للحصول على عمليات الضرب كما بالمثال بيقول ما عدد مرات العد بالقفز بمقدار اثنين المطلوب للوصول الى المجموعة عشر بتعالوا عن عد هنا عارفين بالزوجين والاثنين اربعة ستة تمانية عشرة فهنا كل مرة بجمع اثنين كل مرة عشان اجيب الارقام دي بجمع اثنين طب انا مش عايزة اقعد اجمع مش عايزة اقول اثنين زائد اثنين بسه واربعة واربعة زائد اثنين ستة وستة زائد اثنين تمانية وتمانية زائد اثنين عشرة نجيبها ازاي بالضرب نجيبها ازاي انا زودت كام زودنا اثنين طيب انا جمعتهم كم مرة عشان اوصل للعشرة تعالوا نعد ت Belix 2 3 4 5 يبقى هضرب اللي 2 في 5 10 أو اللي兩 في 5 طيب هينا بقول ما عدد مرات العد بالقفز بمقدار ثلاثة أنا بزود ثلاثة كل مرة فأقول ثلاثة ثلاثة تبقى ثلاثة تبقى ثلاثة تسعة توصيح 1418 21 طيب العايز وادي بقال بيتريقة أسهل من Brigitte ده اعمل ايه? انا بجمع كل مرة كم? 3. طب جمعنا كم مرة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. يبقى اقول تلاتة في سبعة بواحد وعشرين. تلاتة في سبعة بكام? بواحد وعشرين. طيب ده تعالوا نشوف بقى الجزء الاول بيقول لي تمثيل مسائل الجمعة المتكرر على انها مسائل ضرب باستخدام لعبات الدوائر والنقاط. ارسم لتمثيل مسائل الجمعة المتكرر القاتية باستخدام لعبة الدوائر والنقاط ثم اجد العدد الكل للنقاط كما بالمثال هنا تمانية زائد تمانية زائد تمانية التمانية جمعتها كم مرة جمعتها تلات مرات يبقى هعمل تلات دواير كبيرة طيب كل دايرة فيهم كم؟ كل دايرة فيها تمانية كل دايرة فيها تمانية طيب يبقى انا قلت انا عندي تلات مجموعات كل مجموعة فيها تمانية يبقى انا عندي تلاتة في تمانية بتساوي 24 تلاتة في تمانية باربعة وعشرين طيب هنا 9 جمعة 9 كم مرة 1 2 3 4 يبقى هعمل 4 دواير كبيرة كل مجموعة فيها كم فيها 9 يبقى قول 4 مجموعات كل مجموعة بها 9 يبقى العدد الكل 4 في 9 بكام ب36 طيب تعالوا نعد هنا كم مرة 1 2 3 4 5 يبقى انا هرسم 5 دواير كبيرة كل دايرة فيها كم كل دايرة فيها 3 يبقى قول المجموعات اللي عندي كلهم 5 5 مجموعات كل مجموعة فيها 3 يبقى 5 في 3 بكام 5 في 3 ب 15 طيب هنا برضو تعالوا نشوف السبعة 1 2 3 4 5 ده هم عددهم 5 والرقم عندي 7 بقى 5 في 7 ب35 بنمثلها ازاي ان انا بعمل 5 دواير كل دايرة فيها 7 طيب هنا اه ده 6 في 9 اعملها برضو هنا ارسم 6 دواير كبيرة كل دايرة فيها 9 يبقى اقول اربعة 6 في 9 باربعة وخمسين طيب هنا 3 في 8 اه هنا عندي 3 دواير كبيرة كل دايرة فيها 8 بقى اقول 3 في 8 باربعة وعشرين هنا عندي كام؟ هنا عندي 6 في 5 او 6 خمسات فيه العدد نفسه في 5 اقول بـ 30 يبقى هعمل 6 دواير كبيرة وفي النص هرسم جوه كل واحدة هرسم 5 دواير عندي هنا 6 في 4 6 اربعات وابضربها في الرقم 4 6 في 4 باربعة وشرين يبقى انا عندي هنا 6 دواير كبيرة كل دايرة فيها 4 طيب هنا بيقولي اكمل ثم اضع علامة اكبر او اصغر او يساوي كما بالمثال بيقولي هنا عندي 3 مجموعات كل مجموعة فيها 4 يبقى اقول 4 زائد 4 زائد 4 او هقول 3 في 4 بجمع يعني بشوف كم دايرة كبيرة واضربها في عدد الدواير الصغيرة اللي جوه يبقى 3 في 4 بتساوي 12 هنا عندي 5 زائد 5 زائد 5 فبقول 3 دواير في الخمسة 3 في 5 بـ 15 بقى هنا اقول 12 اصغر من 15 الـ 12 اصغر من 15 طيب تعالوا هنا برضو عندي 3 دواير كل دايرة فيها 5 5 زائد 5 زائد 5 بتساوي 15 5 في 3 بتساوي 15 طيب هنا عندي كم عندي 3 دواير كل دايرة فيها 6 بقول 6 زائد 6 زائد 6 بتساوي 18 او 6 في 3 اللي هي 6 اللي جوه دي في 3 دواير بتساوي 18 يبقى 15 اصغر من 18 هنا 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 بتساوي 9 يبقى 3 في 3 بتساوي 9 هنا عندي 3 دواير كبيرة كل واحدة فيها 2 يبقى 3 في 2 يبقى نقول اول الزائد 2 زائد 2 زائد 2 بتساوي 6 و 2 في 3 بتساوي 6 طيب هنا بيقول لي مثل عمليات الضرب التالية باستخدام الدوائر والنقاط واوجد الناتج في كل حالة كما بالمثال 5 في 6 بتلاتين اقول له مثلا 5 مجموعات برسم 5 مجموعات كبيرة للحمراء دي وارسم جوه كل واحدة 6 دواير طيب هنا 8 في 4 بقول له 8 مجموعات كل واحدة فيها 4 دي 8 مجموعات كل واحدة فيها 4 3 في 7 يبقى هنا عندي 5 في 6 بتلاتين وهنا 8 في 4 بتنين وتلاتين 3 في 9 دي عندي 3 دواير كبيرة كل واحدة فيها 9 يبقى 3 في 9 ب 27 هنا 10 في 5 ب 50 هرسم 10 دواير كبيرة كل واحدة فيها 5 يبقى 10 في 5 ب 50 طيب هنا بيقول لي 5 مجموعات كل مجموعة بها 3 ايه يبقى 5 في 3 3 مجموعات كل مجموعة بها 4 يبقى 3 في 4 ماشي؟ طيب مجموعتين كل مجموعة بها 10 يبقى 2 في 10 2 في 10 طيب اللي 2 في 10 دي بتساوي اقول له بتساوي 10 زائد 10 3 في 4 بتساوي 4 زائد 4 زائد 4 أو 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 يا اما اجمع الاربعة 3 مرات يا اما اجمع الثلاثة اربعة مرات عكس بعض يعني طيب 5 في 3 اقول له يا اما بتساوي الثلاثة 5 مرات يا اما بتساوي الخمسة 3 مرات طيب انا بيقول لي قيمت الميزك على الجزء الاول عبر عن المصفوفة الاتية بعملية جامعة متكرر وعملية ضرب ويوجد الناتج ادي عندي المصفوفة بتاعتها بقول عندي الصففة كام 4 بشوف عددهم 1 2 3 4 5 يبقى الاربعة هجمعها 5 مرات واو الاربعة في 5 بتساوي 20 هنا عندي اربع خمسات هرسم اربع مجموعات كبيرة كل مجموعة فيها 5 يبقى 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 بتساوي 20 هنا عندي الاربعات دي برضو 1 2 3 4 5 رسمنا خمس مجموعات كبيرة كل مجموعة فيها 5 يبقى برضو 4 في 5 بتساوي 20 يعني عكس برض لو قلت 4 في 5 بتساوي 20 او 5 في 4 برضو هتساوي 20 طيب هنا عندي بنعدها عندي كم صف عندي صفين هون كل صف في 5 يبقى 2 في 5 هنا عندي 3 واللي جوه 6 يبقى 3 في 6 بتمنتاشر فهقول العشرة اصغر من التمنتاشر هنا عندي 3 واللي جوه 7 يبقى 3 في 7 بواحد وعشرين هنا الصف فيه 1 2 3 4 5 6 7 هما 7 وعندي 3 صفوف يبقى 3 في 7 بواحد وعشرين يبقى هنا هحط يساوي طيب الجزء 2 خاصية الابدال لعملية الضرب اكتشف خاصية الابدال لعملية الضرب مصفوفة 5 في 2 ادي 5 صفوفة هيا في عمودين بقول 5 في 2 بعشرة مصفوفة 2 في 5 هنا عكسناهم برضو بقى صفين بخمس عمويد هي هي هتديني العشرة لحزت ايه؟ لحزت ان 5 في 2 بتساوي 2 في 5 بتساوي عشرة ضرب الاعداد باي ترتيب بيعطي نفس الناتج وهذا ما يسمى بخاصية الابدال في الضرب يبقى هنا خاصية الابدال بتنفع في الضرب وبتنفع في الجمع ولكن ما بتنفعش في الطرح ما ينفعش أبدل الارقام ما بتدينيش نفس الناتج طيب هنا كام؟ عندي عندي 4 والعمل 3 بقى 3 4 12 طيب صفوف في 3 عمويد 4 في 3 بـ 12 طيب هنا عندي صفين في 6 عمويد 2 في 6 طيب أنا هعمل بقى 6 صفوف في عمودين يبقى 2 في 6 بتساوي 12 بتساوي 6 في 2 بتساوي 12 طيب اكتشف خاصية الابدال عملية الضرب باستخدام الشبكات أنا عندي هنا 3 في 6 18 6 3 18 يعني نفس الطريقة برضو زي ما احنا اتكلمنا هنا بس عملها لي بالرسومات دي هي دي مدام نفس الصف في عمود هو هو العمود في الصف بيديني نفس الناتج ودي هي خاصية الابدال في هنا بيقول لي طبعا 5 في 7 ادي عملنا 5 في 7 وينا عملنا 7 في 5 هيديني نفس الناتج 35 بيقول لي لحظت ايه لحظت ان 5 في 7 بتساوي 7 في 5 بتساوي 35 طيب انا اكتشف خاصية الابدال لعملية الضرب باستخدام المجموعات المتساوية اكتب عملياتي الضرب المناسبة في كل حالة واكتب ملاحظاتك كما بالمثال 5 في 6 بتساوي 30 ادي 5 هم كل واحدة فيها 6 يبقى 5 في 6 بتلاتين طب هنا 6 في 5 ادي الستة وجوه كل واحدة خمسة بقى 6 في 35 لاحظت ان 5 في 6 بتساوي 35 طب هنا عندي 3 دوائر كل دايرة فيها 7 يبقى 3 في 7 21 هنا عندي 7 دوائر كل دايرة فيها 3 بقى 7 في 21 لاحظت ان 3 في 7 بتساوي 7 في 3 بتساوي 21 طب هنا عندي دايرتين كل دايرة فيها 8 بقى 2 في 8 16 طب وهنا عندي 8 8 داير كل دايرة فيها 2 يبقى في 2 بتساوي برضو 16 طب لاحظت ايه بقى انا سينا نكتب هدي لاحظنا ان 2 في 8 هي هي 8 في 2 هتديني نفس الناتج 16 طيب مثل عمليات الضرب القاتية باستخدام لعبات الدوائر والنقاط المجموعة المتساوية واوجد الناتج كما بالمثال 5 في 7 بتساوي 35 وعمل هالي بشكلين مرة عامل 5 دوائر وجوه 7 ومرة عامل 7 دوائر وجوه 5 وهتديني نفس الناتج هنعمل احنا نفس الحكاية مرة اعمل 6 دوائر كبيرة وجوه 4 ومرة اعمل 4 دوائر كبيرة وجوه 6 هيدين 24 6 في 4 او 4 في 6 في 24 طيب 3 في 9 بنعمل ازاي اما 3 دوائر كبيرة جوه 9 دوائر كبيرة جوه 3 داني ناتج ايه لن 3 في 9 بتساوي 27 وتساوي 27 طيب 2 في 10 ادي عندي دايرتين كبار وجوه احط 10 او احط 10 دوائر طيب هنا بيقول لي قيمت الميزك حتى الدرس 20 5 في 36 رسمت هنا عندي خمس صفوف في 6 ادتني 30 هنا 6 صفوف في 5 ادتني برضو 30 فاللحظت ان 5 في 6 بتساوي 6 في 5 بتساوي 30 طيب هنا عندي عايزني احط المسألة بقول 4 دوائر جوه في 9 يبقى 4 9 36 لحظت ايه لحظت ان ال 4 في 9 بتساوي 9 في 4 بتساوي 36 طيب هنا قيمت الميزك على الفصل 2 المسألة دي تعالون نشوفها كده 4 زائد 500 زائد 9000 زائد 70000 تعالون نحطها 4 في الاحاد عشرات مفيش هنحط لها 0 المئات بخمسة بعد كده احد عشرات مئات الاف موجودة هي الالاف تسعة وعشرات الالاف عند هي السمية بقى 79 504 طيب ان الرقم ده حطه ازاي حط 358 هنا وبعد كده 179 358 189 طيب قيمة الرقم سبعة في الرقم ده تعالوا نقول كده 11 عشرات مئات الاف عشرات الالاف يبقى ده هياخد 70 الف قيمة المكانية للرقم تسعة هنا قيمة المكانية وقفة فين التسعة نقول 11 عشرات مئات الاف عشرات الالاف مئات الالاف وقفة في مئات الالاف اكبر عدد مكون من الارقم دي مديني مجموعة من الارقم عايز اكبر عدد لما يعز اكبر عدد ارتب من الصغير للكبيرة نحط الصفر 24 59 الالف اصغر عدد مكون من اربع ارقم 301 بقى دينا اربعة طيب لو على حسب عملية الدار ب3 في 6 رسمت 3 صفوف ب8 اعمدة وقلت له ب6 اعمدة وقلت له 3 في 6 في 18 هنا اربعهم في اللي جوه 8 ب4 8 32 مثل عملية الدار ب3 في 5 بطريقتين مختلفتين عندي هنا 3 صفوف في 5 اعمدة يبقى 3 في 5 ب15 هنا عندي 3 دواير كبيرة هنحط كل واحدة فيها 5 يبقى 3 في 5 ب15 وكده خلصنا الدرس ده وان شاء الله اضطر كده اجري شوي عشان نلحق نكمل بقية الفصول المرة جاي ان شاء الله هناخد الفاصل التالت بشكركم جدا وبعتذر عن السرعة مش عايز اطول عليكم الفيديوهات وفي نفس الوقت ما بحبش الرغل كتير في الفيديوهات يعني بحس بملل فعشان كده بدخل في الدرس على طول وبشرح بسرعة عشان ما طولت عليكم الفيديو بشكركم جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته